اشتركوا في القناة إلى الحلم العربي إلى كابوس أسباب فشل العرب وفوز إنفانتينو سيكون موضوع أولى فقرة حلقة اليوم الفقرة الثانية نتناول فيها موضوعا أثار جدلا واسعا في عالم كوات القدم الصين تحتكر سوق انتقالة اللاعبين والرغبة في السيطرة العالمية تزعج كبار الدوريات الأوروبية الموضوع الثالث نتناول فيها مشاكل التدريب في القرى المصرية ونتساءل إن كان المدارب الأجنبي هو الحل بعد تعاقد الزمالك مع السكوتلندي أليكس ماكليش والأهلي مع الهولندي مارتين يول ونختم حلقة اليوم بجولة في ملعب القرى العجوز نستعرض فيها أبرز ما شاهدته البطوات الأكبر في الملعب الأوروبية إذن انتهت قصة الفيفا ومعها انتهت حلقات مسلسل انتخابات ضاهت من حيث الاهتمام انتخابات الرئاسة في أكبر دول العالم وعلى الرغم من أن نصف المترشحين بعد انسحاب توكيو سيكسويل كانوا عربا إلا أن الرئاسة اتجهت غربا وتحديدا بقيت في سويسرا عبر جياني إنفانتينو فوزة تبخرت بأحلام العرب في رئاسة أكبر مؤسسة كروية في العالم إذن لماذا فاز إنفانتينو ولماذا خسر الشيخ سلمان والأمير علي أسئلة سيطرت على حديث الشرع العربي بعد الانتخابات ونفس الأسئلة وجهها لضيفية في هذه الفقرة من العاصمة البحرينية المنامة الإعلامي عبدالله الببطين ومن العاصمة الأردنية عمان الإعلامي تيسير العميري عبدالله تيسير مرحبا بكم أبدأ معك أولا عبدالله من المنامة بالنسبة لي سبب فشل العرب في الفوز برئاسة الفيفا وفوز إنفانتينو الأسباب نعرفها نحن كإعلاميين كنا متواجدين هناك نعرف الأسباب لكن الكثيرين من المشاهدين لا يعرفون الأسباب حسب رأيك عبدالله لماذا فشل المرشحين العربيين وفاز إنفانتينو أولا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا لن أقول أن المرشحين العربيين فشل بل سأقول أن أحدهم أحقق الهدف الذي يريده والآخر لم يحقق وحين أقول ذلك فأنا أقول أن الشيخ سلمان بن إبراهيم كان هدفه الفوز بانتخابات الفيفا وهو لم يحقق هذا الهدف من جانب آخر سمو الأمير علي كان هدفه الذي أعلنه شخصيا على حسابه الشخصي بتويتر إنه دخل الانتخابات ليتأكد من نيل الرجل الذي يستحق أو الشخص القادر على التقيير على الأصوات وكتب نصا وهذا الهدف وهذا الهدف قد تحقق إذن ما يعني بأن الأهداف التي وضعها كل شخص ربما تحقق جزء منها بالنسبة لنا كبحرانيين نحن فخورون جدا بتجربة الشيخ سلمان بن إبراهيم الثرية في الانتخابات لصيما أنه لم يرشح نفسه رغبة منه في كرسي الرأسة حسب تصريحات سابقة له بل هو نفذ رغبة تسعين اتحاد تسعين اتحاد محلي أراد من الشيخ سلمان أن يرشح نفسه وتردد كثيرا قبل قبول هذه الدعوة وقبل تلبيتها في النهاية الشيخ سلمان بن إبراهيم عاد ليدير دفة الاتحاد الآسوي بعد قصة هذه الانتخابات إن أردت تحليلا أكثر تفصيلا فنحن لا نمانع من طرح هذا النوع من التحليلات ولكن مع تحفظنا على بعض التحركات التي جارت خاصة فيما بين الجولتين التصوتيتين نعم نحن كما أشرت بأنه كإلاميا بنعرف ما قيل بعد الانتخابات بخصوص لماذا فاز إنفانتينو وخسر الشيخ سلمان الذي كان الأقرب إلى المنافسة إنفانتينو تيسير بالنسبة للأمير علي هل ترى الخروج من الانتخابات بأربعة أصوات في جولة الإعادة الكثيرون يتكلمون عن أنه يحقق ما كان يهدف إليه من قبل الانتخابات أنت شخصيا هل ترى بأن هذا أربعة أصوات في جولة الإعادة هل هذا ما كان يطمح إليها الأمير علي مساء الخير أولا أعتقد بأن الأمير علي عندما دخل انتخابات الفيفا في المرة الأولى أمام بلاتر وفي المرة الثانية أمام ميشيل بلاتيني في البداية ومن ثم بعد خروج ميشيل بلاتيني بالفضيحة المزدوجة مع بلاتر خاض الأمير علي انتخابات أمام أربعة مرشحين آخرين من بينهم الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الأسوة أعتقد أن السبب في إخفاق العرب في الحصول على مقعد الرئاسة يعود في المقام الأول إلى شخصيتين عربيتين هما الشيخ سلمان بن إبراهيم ورئيس المجلس الأولون بالأسوي الشيخ أحمد الفهد كنا نذكر في الانتخابات القبل الماضية عندما الصفة الرجلان والصفة الاتحاد الأسوي خلف بلاتر ورقص العرب بعد خسارة الأمير علي وكان الدعم العلني بصالح بلاتر وكان بلاتر هو شخصية عربية والأمير علي ليس عربيا في الانتخابات اللاحقة أعلن الأمير علي ترشحه للانتخابات ومن ثم دخل ميشيل بلاتيني الانتخابات بعد ذلك فوجئنا بعد دخول ميشيل بلاتيني على الانتخابات بأن الشيخ سلمان يقرر من عنده ومن دون الرجوع إلى الجمعية العمومية للاتحاد الأسوي بأن الاتحاد الأسوي سيدعم الشقيق ميشيل بلاتيني وأعتقد أن ذلك كان صدمة للشارع العربي من ثم بعد تم منع ميشيل بلاتيني من دخول الانتخابات دخل الشيخ سلمان ودخل انبنتينو وكان هناك تصريح عربي مؤثر من قبل الشيخ أحمد الفهد بأنه في حال تم السماح لميشيل بلاتيني بالعودة إلى الانتخابات سيكون هناك سحب للمرشح العربي الآخر الشيخ سلمان بن إبراهيم إذن لم يكن هناك هدف عند الشيخ سلمان أو عند الشيخ أحمد الفهد هو الفوز بمقعد الرئاسة بمقدار ما كان الهدف هو حجم المقعد عن الأمير علي لكن عبد الله فقط للأمانة ضيفنا من المنامة عبد الله رفض أن يلوم أي شخص لم يلوم الأمير علي في خسارة الشيخ سلمان فلا يمكن لوم الشيخ سلمان وأحمد الفاد في خسارة الأمير علي في الانتخابات شهر مايو الماضية كل ما نريد أن نعرف الآن ننتقل من هذه الحسابات لأنه كما قلت قيلة الكثير نريد أن نعرف لماذا فاز إنفانتينو وخسر العرب من ناحية العملية من ناحية الوقعية ألا ترى عبد الله بأن بالنسبة لإنفانتينو المانيفستو برنامج الانتخاب لإنفانتينو كان أفضل من برنامجي انتخابي الشيخ سلمان والأمير علي طبعا الشيخ سلمان بن إبراهيم قدم برنامج واضح بالنسبة لبرنامج الأمير علي أيضا كان مقنع ولكن ليست قوات برنامج انفانتينو هي التي قادته إلى كرسي الرأس لنكن واقعيين أكثر انفانتينو كما عاهدنا الأوروبيين وهم في قاية الذكاء في هذه النقطة هم يستغلون الخلافات لتحويلها إلى صالحهم والوصول إلى غاياتهم وهذا ما شهدته الانتخابات حينما استغل انفانتينو الخلاف الشخصي الذي تحدث عنه ربما الأخت يسير بشكل شبه واضح بين الأمير علي والشيخ سلمان بن إبراهيم فاستغل هذه النقطة من ناحية من ناحية عملية أكثر نحن كنا نتوقع أن يحصل الشيخ سلمان بن إبراهيم على قرابة المئة صوت في الجولة الأولى في الجولة الأولى ما خسره الشيخ سلمان بن إبراهيم هو صوت 15 دولة تقريبا أفريقية هناك يعني عدم وفاء أو التزام من جانب بعض الدول الأفريقية في الجولة الأولى وهذا ما جعل رقم الشيخ سلمان ينزل من من مئة تقريبا كنا نتوقع مئة بلس ماينس إلى 85 في الجولة الثانية والجولة الحاسمة أعتقد أن هناك 23 صوت خرجت من الأمير علي لا أعلم لا أعلم ما الذي حصل كنا نتوقع أن تتجه إلى معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم ويحسم المسألة ولكن يبدو أنها مالت لكفة الإنفانتينو الذي كما قلت لك عرف كيف يستغل الخلافات إنفانتينو لم يقدم برنامجا واضحا بقدر ما أسال لعاب العالم وربما الدول الأفريقية التي انقلبت على الشيخ سلمان حين صرح بأنه سيمنح كل اتحاد أهلي خمس ملايين وكل اتحاد قاري أربعين مليون لأن في هذه الحادثة هناك بعض المتواجدين في زيوريخ وأنت كنت في زيوريخ ربما تعلم بهذه الحادثة ذهبوا للشيخ سلمان بن إبراهيم وقالوا له حرفيا أنفانتينو سيمنحنا خمسة ملايين كم ستدفع لنا أنت فجاء تصريح للشيخ سلمان بن إبراهيم قال فيه أنا لن أرهن الفيفا كلام جميل كلام جميل هذا الموقف النبيل من الشيخ سلمان بن إبراهيم كلام جميل تيسير الشيخ سلمان لن يرهن الفيفا استمال إنفانتينو بعد الاتحادة الإفريقية التي كانت خصوصا الاتحادة الإفريقية التي كانت مع الأمير علي استمالها بوعد خمسة ملايين دولار شهريا بالنسبة للأصوات الثلاثة والعشرين التي راحت من رصيد الأمير علي في الجولة الإعادة ما الذي تعتقد ما السبب الذي توجهت به السبب الذي وجهت هذه الأصوات إلى إنفانتينو وليس إلى الشيخ سلمان لا أنا أعتقد بأنه قبل يعني مع الجولة الأولى كان هناك يعني واضح تماما بأنه القارة الأفريقية ليست كلها مع الشيخ سلمان كان هناك تقريبا نصف مع إنفانتينو ما حدث باعتقالي في الجولة الثانية وهو أن الأصوات أمريكا الشمالية اتحاد الكونكاكاف التي صبت في غالبيتها مع الأمير علي اختارت أن تذهب إلى إنفانتينو وبالتالي المراهنة على الأصوات الأفريقية جميعا لصالح الشيخ سلمان هي أصلا بالجولة الأولى لم تكن معه مكتملة في الجولة الثانية كان هناك نوع من القناعة عند الأمريكيين الشماليين الولايات المتحدة وكندا وحلفاء بأن أنفانتينو هو الأقرب إلى رؤيتها الأقرب إلى ترجمة طبحاتها فيما يتعلق بدعم الاتحالات الأهلية أعتقد أن الغالبية العظمى من المرشحين كان عندهم هذا التوجه بأن يتم دعم الاتحالات الأهلية حتى الأمير علي بن الحسين كان في برنامج الانتخابي يجب أن يكون هناك دعم لكل الاتحالات الهلية زهادة هذا الدعم كي تستطيع هذه الاتحالات أن تزيد قدراتها وأن تحسن من أوضاحها المالية ومن بنيتها التحتية لذلك اختار الأمريكيون أن يتجهوا إلى الانفانتينو ولا يجوز أن يلام الأمير علي على أن هذه الأصوات لم تذهب إلى الشيخ سلمان لأنه لم يكن هناك أصلا تنصيق بين الأمير علي والشيخ سلمان كان هناك عدائية مطلقة من الشيخ سلمان وحمد فهدوج Planet لذلك لماذا يطالب الأمير علي بالوقوف مع الشيخ سلمان لم يطالب أحد الأمير علي بالوقوف مع الشيخ سلمان لأنه في آخر المطاف هي عملية انتخابية تم اختيار الأمريكيون نحن نريد فقط أن نقف على بعض الأسباب الآن كان عبد الله يتكلم معي تكلمت عن الواقعية عبد الله تكلم عن واقعية أكبر دعنا نتكلم عن واقعية أكبر من ذلك عبد الله هل من المنصف القول بأن أوروبا وأمريكا الشمالية لم يكنوا ليتركوا الفرصة لعربي ليرأس الفيفا بأي شكل من الأشكال؟ طبعا لما نتحدث عنها كأيدولوجية بالتأكيد هذا شيء الأمريكان والغرب بشكل عام يتبنون أيدولوجيات أو لهم توجهات ترفض كل ما هو عربي. ولكن دعنا نتحدث بحرافية بمهنية الاتحادات هذه وضعت لها مصالح متقاطعة مع مرشحين آخرين. ولم تكن تتقاطع مصالحهم مع معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم. الشيخ سلمان بن إبراهيم لم يأتي إلى الفيفا أو لم يرشح نفسه للفيفا من أجل تنفيذ مصالح خاصة لأشخاص معينين. لذلك كان هو مرشح العالم كله. في المقابل الأصوات التي حسمت هي الأصوات المؤثرة والتي خرجت من الأمير علي في الجولة الثانية. لنكن أكثر واقعية ونجيب على زميلنا تيسير الذي يقول أن أحمد الفهد والشيخ سلمان هما سبب الخسارة. أنا أتمنى بمهنية الأستاذ تيسير وهو رجل مهني. ولا أشكك في مهنيته. أتمنى أن يشير بأصابعه المهنية إلى الدور الذي لعبه أحمد الفهد في وصول الأمير علي بن الحسين إلى منصب نائب رئيس الفيفا. أحمد الفهد دائما ما كان الرجل الخفي وراء المرشحين العرب. ودائما ما كان يساعد جميع العرب على الوصول. وله دور كبير في إيصال سواء شيخ سلمان لأسيا. أو سموه الأمير علي بن الحسين لمنصب نائب رئيس الفيفا. فالضرب من تحت الحزام لأحمد الفهد يعني نوع من عدم الصدق مع النفس. إذا كنت صادقا مع نفسك لابد أن تشيد بالدور الذي قدمه هذا الرجل كرجل آسيوي خليجي عربي. خدم العرب في الاتحادات القارية والاتحادات العالمية. نحن نتفق إجابة على سؤالك. نحن نتفق أن الأجانب أو الغرب يرفضون كل ما هو عربي. ولكن كانت لدينا فرصة لو نسقنا فيما بيننا بشكل أفضل. ورمينا خلافاتنا خلف ظهورنا. وأعدنا حساباتنا من جديد. ودفعنا بالرجل الأقوى. وأعتقد أن نتائج الجولة الأولى تكشف بشكل واضح من هو الرجل الأقوى. صحيح. كلام جميل. كلام جميل. تيسير. الآن ماذا استفاد الأمير علي من فوز إنفانتينو؟ ماذا استفاد الأمير علي من دعم؟ كما يقال ببعض أصواته من الجولة الأولى إنفانتينو في الجولة الثانية. ماذا استفاد الأمير علي وماذا سيستفيد؟ عزيزي. أولا أنا تحدثت عن جملة من الحقائق. وأنا أرجو أن تفصل لي. عندما قال الشيخ أحمد الفهد بالحرف الواحد بعد إقاف بلاتيني عن ممارسة عمله وحجب ترشع رئاسة الفيفا. أنه سيتم سحب الشيخ سلمان في حال عاد بلاتيني إلى واجهة الانتخابات. هل هذا هو موقف عربي أصيل مع الأمير علي؟ ومن ثم التحدث عن فضل الشيخ أحمد الفهد. الشيخ أحمد الفهد خلال الانتخابات الماضية والتي قبلها لم يتخذ أي موقف عربي سوى أنه وقف بلاتيني. تيسير الحلقة ليست على أحمد الفهد. المرحلة المقبلة. أنا أجيب. باختصار. باختصار. الله يخليك. لأن الوقت بدايقنا. أني أجيب. أجيب على الملاحظة. أرجو أن لا تكون منحازي. لا طرف. لسنا منحازين. لسنا منحازين بأي نوع. بأي شكل من الأشكال. أنا أتكلم عن أمور أنا أتكلم عن أمور واضحة. جرت بشكل واضح. عندما يقال بأن الشيخ أحمد الفهد لعب دور. نعم. لعب دور ضد الأمير علي. الشيخ سلمان عندما دخل الانتخابات. دخل مسنودا فقط من الاتحاد الأسوي. ومن نصف القارة الأفريقية. لم يحصل على أصوات كافية من الكونكاكاف ولا من إقيا نوسيا ولا من الاتحاد الأوروبي. البرنامج الذي قدم الأمير عليه كان برنامج رائع وبرنامج ريالي. وكان ممكن أن يصل إلى الفيفا. وعندما يقول الزميل الكريم بأنه كل إنسان عرف معروف أن الاتحاد الأسوي. كيف تم الضغط على كثير من الاتحادات بالترهيب وبالترغيب كي تصف خلف الشيخ سلمان. من نسبة للأفارقة. هناك أيضا تحالف ما بين الشيخ سلمان وإيسا حياته. كان بشكل معلن ضد الأمير عليه في المرتين السابقتين. لكن كيف وصل إنبانتينو؟ وصل لأنه استطاع يحظى بالأغلبية المصدرية 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 من الجمعية العمومية. شكرا تيسير كنت معنا من العاصمة الأردنية. عمان عبدالله الببطين شكرا جزيلا لك كنت معنا من المنام كل ما كنا نريد هو أن نرغب في رئيس عربي يرأس أكبر منظمة لكروية في العالم. لكن الحلم كما أشرنا في أسابق تحول إلى كابوس عبدالله تيسير شكرا جزيلا لكم. مشاهدين في الفقرة الثانية من هذه الحلقة ننتقل إلى الصين وثورة كرة القدم الصينية ومحاولتها سيطرة على الكرة العالمية. ألقاكم بعد الفاصل. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر